ربي سألتك أن تكون خاتمين كل عبد سيره إلى الله سبحانه وتعالى وبمثابة الطائر رأسه المحبة والخوف جناح والرجاء جناح هل كل الناس اتخذوا الشيطان عدوه؟ هل كل الناس أعلنوا الحرب على الشيطان؟ خلّذ بنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش على أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصار كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغناء رواه الإمام المسلم رحمه الله تعالى الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا وصلى الله على نبينا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني أن ألتقي بكم مجددا في هذا اللقاء المبارك بإذن الله عز وجل نتكلم عن واجب عظيم من الواجبات الشرعية فإن شريعتنا ما تركت شيئا مما يحتاج إليه المسلم في دينه ودنياه إلا وبينته له كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس فينا النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم أي ذكر كل ما يقع بين بدء الخلق إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار قال حفظ ذلك من حفظه وضيعه من ضيعه وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما ومن أعظم ما بينته هذه الشريعة السبيل الموصلة إلى الله عز وجل السبيل التي يرضاها الله سبحانه وتعالى الصراط الذي نصبه الله سبحانه وتعالى لهذا تكلم أهل العلم عن أحوال النفس في سلوكها إلى الله سبحانه وتعالى قال رب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا منت الله بقلب سليم أي يوم القيامة لا ينفع العباد مال ولا بنون هذه الأموال والذرية والأزواج كلها لا تسوي شيئا يوم القيامة لأن الأمر أعظم وأفدح والخطبة والخطبة فوق ما يتصور العباد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا منت الله بقلب سليم ما هو الذي ينفع القلب السليم ما هو القلب السليم؟ القلب السليم هو الذي خلى من كل شهوة تخالف أمر الله عز وجل وخلى من كل شبهة تخالف خبر الله سبحانه وتعالى القلب السليم هو قلب قلب التائب قلب الأواه قلب الرجاع إلى الله عز وجل قلب المنيب القلب اللين الذي كلما تذكر الله تعالى دمعت عينه القلب الذي كلما عصى صاحبه الله عز وجل أزه أزا إلى الرجوع إلى ربه سبحانه ومولاه وإلى سيده لهذا أيها الإخوة الكرام سنتكلم عن هذا الباب ونجمعه ونقرن بينه وبين الكلام عن أدعية نبوية صحيحة نختارها لهذا سنذكر طرفا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة وأعظم لا شك أن أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى رب العالمين هو عبادة الدعاء وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم لها خصائص وميزات من أعظم الخصائص أنها أدعية جامعة لهذا جاء في سنن أبي داود رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء أي الجوامع الأدعية التي تكون عامة تشمل خيري الدنيا والآخرة والأدعية العامة لها فضل عظيم على خصوص الدعاء على الدعاء الخاص لهذا قال بعض أهل العلم وفضل عموم الدعاء على خصوصه كفضل السماء على الأرض تأمل الفرق بين قوله تعالى معلما عباده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فإن هذا يتضمن كل خير في الدنيا وكل خير في الآخرة وبين قول الإنسان يا ربي أعطني ذلك الشيء أو هبني ذلك الشيء فإن هذا بعينه خاص ولكن قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عام لا يستثن منه شيء من خيري الدنيا ومن خيري ومن خير الآخرة كذلك إذا علم هذا فمن الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى هذا الحديث تضمن أربعة مطالب عظيمة لا يستغني عنها عبد المسلم المطلب الأول الهدى الهداية والمطلب الثاني التقوى والمطلب الثالث العفاف والمطلب الرابع الغنى قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى هذا دعاء عام طلب الله دعا الله عز وجل أن يرزقه الهدى التام لأنه لم يفصل اللهم إني أسألك الهدى حتى إن أهل العلم يقولون الهدى هذا اللفظ يشمل كل ما بعده يشمل التقى والعفاف والغنى ولكنه خصص بعد العموم الحاصل فالهدى يشمل كل شيء بل قالوا يشمل الهدى والهداية لشؤون المعاش في الدنيا ولشؤون المعاد لشؤون المعاش ولشؤون المعاد ولا شك أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى والهداية محظو توفيق من الله سبحانه وتعالى وقد دل القرآن ودلت السنة النبوية على أن الهداية قسمان هداية بيان ودلالة وهداية توفيق هداية البيان أن الله عز وجل يبين لعباده الطريق الذي يرضاه سبحانه وتعالى وهذا البيان يكون عن طريق الأنبياء ويكون عن طريق الرسل وعن طريق العلماء والدعاة كما قال رب العالمين وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي إنك لتدل الناس على الصراط والطريق الذي يرضاه الله عز وجل والهداية الثانية هي هداية التوفيق أن يوفقك الله عز وجل للأعمال الصالحة أن يوفقك الله تعالى لما يرضاه لأن الإنسان قد يبصر الطريق قد يرى الطريق ويرى السبيل ولكنه لا يوفق للعمل بما يراه في ذلك الطريق إلا إذا وفقه الله عز وجل وحصلت له الهداية الثانية وهي هداية التوفيق لهذا قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام هذا عام فيدعو كل الناس إلى دار السلام لهذا لم يذكر المدعوم ليفيد العموم والله يدعو جميع الخلق إلى دار السلام ثم قال بعدها ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فلما صار الحديث عن هداية التوفيق ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهداية التوفيق لمن شاء الله عز وجل تفضلا منه وكرما ورحمة بعباده فالله عز وجل يهدي من يشاء فضلا ويعصي من يشاء فضلا ويخذل ويبتلي من يشاء عدلا وربك سبحانه أيها المسلم لا يظلم مثقال ذرة كما قال سبحانه من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها وما ربك بضلا من العبيد ثم المطلب الثاني هو التقوى التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله تعالى وقايا أن تجعل بينك وبين سخط الله تعالى وقايا هذه الوقايا تكون بفعل الأوامر أولا وباستناب النواهي ثانية تفعل الأوامر وتجتنب النواهي فإذا فعلت ذلك فأنت هو المتقي لهذا جاء بعض الناس عند رجل من علماء السلف وقال يا فلان ما التقوى فقال هل سبق أن مررت على طريق به شوك فقال الرجل نعم فقال ما صنعت قال شمرت واتقيت يعني اجتنبت الشوك فقال العالم ذاك التقى ونظمها بعضهم بقوله خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش على أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى إخواني إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحصة وإلى حصة قادمة بإذن الله تعالى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير